السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي أحياء للصف الثالث متوسط رح نلخص الفصل 11 الأفراز الفصل 11 الأفراز رح نلخصه كليته لأنه هو فصل قليل هذه المقدمة ما بها شيء الروح على تعريف الأخراج هو عملية طرح مواد ضارة من الجسم ناتجة من فعالياته الحيوية من فعاليته الحيوية إلى الخارج مثل ثناء أكسيد الكربون والعرق والبول والغاوض الإفراز هو عملية تكوين مواد معينة مفيدة جدا للجسم ومعقدة التركيب في غدد خاصة داخل الجسم وتقوم بتنظيم فعاليات الجسم المختلفة ما هي المواد خاف يقول لك ما الفرق بين الإخراج والإفراز كل واحد وتعريف مالتها ما هي المواد الإفرازية داخل جسم الإنسان تقسم إلى مجموعتين حسب طبيعة عملها وطريقة إفرازها خارج الغدد هي الأنزيمات والهرمونات خلينا نعرف الأنزيمات هي مواد عضوية بروتينية معقدة يكونها الجسم في غدد خاصة وظيفتها المساعدة في إنجاز وظائف الجسم المختلفة مثل الهضم وأفراز اللعاب الهرمونات مواد عضوية معقدة التركيب يكونها الجسم في غدد خاصة وظيفتها تنظيم عمل الجسم يقول لك شين وظيفة الأنزيمات المساعدة في إنجاز وظائف الجسم المختلفة مثل الهضم وأفراز اللعاب أما وظيفة الهرمونات وظيفتها تنظيم عمل الجسم ويكون إفرازها داخلياً أي إلى الدم مباشرة مثل الثيروكسين الذي يفرز الغدة الدرقية والإيدينالين والإدرينيالين الذي يفرز من الغدتين الكذريتين والهرمونات الجنسية من المبايض والخصيتين والهرمونات المسيطرة على نمو العظام من الغدة النخامية تعريف الغدة هي تركيب خلوي متخصص في إفراز مواد مهمة للإنسان تصنيف الغدة تقسم إلى غدة ذات إفراز خارجي كالغدة اللعابية غدة تقوم وهي التي تقوم بإفراز موادها لخارج الدم أو اللمف مثل الغدة اللعابية والأنزيمات الهضمة في المعدة والغدة العرقية والغدة التهنية عند قواعد الشعر ثانيا غدة مختلطة لها أفراز داخلي أو أفراز خارجي وهي المبيضان والخصيتين والبنكرياس المبيضان المبيض في جسم المرأة هو غدة مختلطة تقوم بإفراز نوعين من الأفرازات الأفراز الخارجي إنتاج البويضات والإفراز الداخلي إفراز هرمونات تعمل على أظهار الصفات الجنسية الأنثوية الثانوية في جسم المرأة مثل قلة الشعر في جسمها نعومة الصوت ظهور الغدد اللبنية الثديين أي إن خلل في إفرازها يؤدي إلى ظهور الصفات الذكرية الثانوية لدى المرأة أما الخصيتين هما غدتان ذكريتان تقومان بإفراز نوعين من الإفرازات إفراز خارجي وداخلي الخارجي يتمثل بتكوين النطف أما الإفراز الداخلي يتكون هرمونات مسؤولة عن ظهور الصفات الذكرية الثانوية مثل خشونة الصوت وكثافة الشعر أي قلة من أفرازها يؤدي إلى ظهور الصفات الأنثوية الثانوية البنكرياس هي غدت لها أفرازات خارجية متمثلة بالأنزيمات الهاضمة أما الإفراز الداخلي هو إفراز هرمون داخلي مثل متبثل بالأنزيم يفرز من كتل خلوية متجمعة فيها سميت بجزر لانكرهانز نسبة إلى اسم العالم الألماني بول لانكرهانز التي اكتشفها عام 1869 يقول لك لماذا سميت بجزر لانكرهانز لانكرهانز أقول لصبة إلى العالم الألماني بول لانكرهانز ثلاثة غدت ذات إفراز داخلي الغدد الصم ويكون إفرازها للدم بدون الحاجة لأقنية وتسمى الغدد الصم مثل الغدد الدرقية التي تقوم بإفراز الهرمونات المنظمة لعمل الجسم الغدد النخامية تقع موقعها طبعا وانتقع الغدد النخامية أسفل الدمار لا يتجاوز قطرها واحد سنتمتر محاطة بغشاء له فتحة يمتد منها ساق الغدد مؤلفة من فص أمامي أصفر وفص خلفي أبيض شنو مظيفة الغدد النخامية إفراز مجموعة من الهرمونات المنظمة لعمل الجسم صفحة 169 إفرازات الفص الأصفر الأمامي هرمون محفز للنمو إفراز هرموني مهم للجسم مسؤول عن نمو وتناسق الجسم وقلته تؤدي إلى أن يصبح الإنسان قزما وكثرته تؤدي إلى تضخم جسمه كثيرا وذلك خلال فترة نموها وبعد البلوغ قد يؤدي ذلك إلى نمو غير طبيعي في حجم العظام هرمون منظم لعمل الغدد الدرقية ما هي إفرازات الفص الخلفي الأبيض هرمونات معجلة لتقلص الرحم عند الولادة هرمون منظم لضغط الدم في الجسم ومنظم لعادة امتصاص الماء من النبيبات البولية في الكلية الغدد الدرقية تقع هذه الغدد أسفل الحنجرة مباشرة موقعها أسفل الحنجرة مكونة من فصين فص أيسر وفص أيمن بينهما رابط يسمى البرزخ هناك فص ثالث علوي يسمى الفص الهرمي تنحص الوظيفتها في إفراز هرمون الثيروكسين المهم للجسم في تنظيم فعاليات الجسم المختلفة وقد تعاني الغدد اضطرابا في عملها قد يكون عائدا أما إلى نقص أو زيادة الثيروكسين المفرز منها أن نقص الثيروكسين المفرز يمكن إرجاعه إلى سببين ضمور الغدد الدرقية وقلت فعالية الغدد الدرقية بسبب نقص اليود في الجسم مما يدفع بالغدد الدرقية إلى التضخم للتعويض عن هذا النقص يترتب على نقص الثيروكسين المفرز أعراض مختلفة لشن الأعراض نقص الثيروكسين؟ طبعا هي النقص وزيادة نقصها قلت في التمثيل الغذائي وقلت في عدد ضربات القلب وانخفاض في درجة حرارة الجسم أما الزيادة زيادة حجم الغدد الدرقية وزيادة فعاليات الغدد الدرقية يترتب على زيادة الثيروكسين أعراض أولا زيادة معدل التمثيل الغذائي واثنين زيادة في عدد ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وضمور العضلات الإرادية الهيكلية الغددتان الكذريتان هما الغددتان هرميتاء الشكل تقعان فوق الكلية تتكون الغدد الواحدة من طبقتين خارجية صفراء تدعى القشرة وداخلية رمادية لون تكون لب الغدد ولكل من القشرة واللب وظائف مختلفة ما هي وظيفة القشرة القشرة الكذرية؟ أفراز الهرمونات المعدنية تسيطر على التوازن المائي والملحي للجسم أفراز الهرمونات السكرية تسيطر على تمثيل الكاربوهيدرات في الجسم أفراز الهرمونات الجنسية تسيطر على ظهور الصفات الجنسية في جسم الإنسان أن توقف أو استئصال قشرة الغدد الكذرية يسبب انخفاض ضغط الدم يسبب انخفاض ضغط الدم طبعا هنا أعلي لكلماذا توقف استئصال قشرة الغدد الكذرية؟ بسبب انخفاض ضغط الدم والضغط العقلي وتلون الجلد واللون البرونزي وهذا يسمى بمرض إيديسون وظيفة لب الغدد الكذرية أفراز هرمون يؤثر على زيادة فعالية ونشاط القلب وزيادة ضرباته في الحالات المفاجئة والمحافظة على ضغط الدم الطبيعي والتمثيل الغذاء الاعتيادي الغدد تراكيب مختلفة الأشكال وظيفتها أفراز الهرمونات والأنزيمات والتي تسهم في انتظام عمل الجسم ونموه وبقائه أما الغدد الصم هي مجموعة الغدد الموجودة في جسم الإنسان ويكون إفرازها داخلية أي إنه لا توجد لها أي فتحات إلى خارج الجسم طبعاً الهناء خلصة المحاضرة مالتنا وإن شاء الله التوفيق